بمناسبة حصول مملكة البحرين على المركز الثاني بسباق 10 ألاف متر جري بفئة السيدات وذلك بعدما حصدت لعبة المنتخب الوطني لألعاب القوى العداء كالكيدان على الميدالية الفضية بمنافسات السباق ضمن المرحلة النهائية من سباقات ألعاب القوى بدورة الألعاب الأولمبية توكيو 2020 رفع سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أسمى آيات التهاني والتبركات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وقال سموه نعرب عن فخرنا واعتزازنا بإنجاز ألعاب القوى البحرينية بأولمبياد توكيو 2020 بحصول العداء كالكيدان على فضية السباق 10 ألاف متر الذي جاء ثمرة للدعم الذي تحظى به الرياضة البحرينية والرياضيون من لدن سيد الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه والجهود المتميزة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة حيث كان لذلك كله انعكاسات إيجابية واضحة ساهمت في تطور وارتقاء القطاع الرياضي ودفع الرياضيين للظهور بمستويات مشرفة وتحقيق الإنجازات في مختلف المشاركات والتي عززت من المكانة المرموقة التي تحتلها البحرين على خارطة الرياضة العالمية وتابع سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن هذا الإنجاز يأتي استمراراً لما حققته ألعاب القوى البحرينية من سلسلة نتائج مشرفة في المشاركات والمحافل الرياضية المختلفة لسيما بالدورات الأولمبية والذي يعكس ما وصلت إليه هذه الرياضة من مكانة عالية التي عززت من الحضور البحريني القوي في هذه الرياضة على المستويين القاري والدولي مؤكداً سموه استمرار الجهود لدعم هذه اللعبة لكي تواصل ظهورها المميز خلال المشاركات القادمة متطلعاً سموه أن تحقق هذه الرياضة مزيداً من النجاحات التي تضاف لسجل الرياضة البحرينية مهنياً سموه رئيس وأعضاء الاتحاد البحريني لألعاب القوى بهذا الإنجاز ومشيداً في الوقت ذاته بالمستوى الفني القوي الذي ظهرت به العداء كالكيدان في هذا السباق متمنياً سموه للعداء النجاح والتوفيق في البطولات القادمة اشتركوا في القناة